اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الكورة عادل اثنين اثنين ايا كانت النتيجة يجب ان تكتبك كما تتوقع الجائزة هي جائزة وحيدة بعشرة الاف جنيه سودان لمتسابق واحد سنقوم بجمع كل الاجابات الصحيحة ثم نعمل القرعة لنعرف من الفائز في هذه المباراة لدينا شروط محددة سنقوم بالحديث عنها وستكون مكتوبة امامك في بعض الفاصل ان شاء الله شروط هذه المسابقة اخي الكريم اولا الاشتراك في الغناء يعتبر شرطا اساسيا للاشتراك في المسابقة فيبقى انت اذا ما مشترك في قناتنا عليك ان تفعل اشتراكك وتفعل جرس التنبيهات ثم انت بذلك تكون مؤهلا للاشتراك في هذه المسابقة وتحديد توقعك بمن الفائز وبكم هو فائز ثانيا على المشترك كتابة اسمه رباعيا مع رقم التلفون والاثنين مهمات في مشاركة داخل هذه الحلقة يعني ما تمشي لحلقة اخرى تكتب نتيجة هذه المباراة انت بتكتب النتيجة المباراة في نفس الحلقة اذا كتبت في حلقة ثانية يبقى انت ما تبع هذه الحلقة ثالثا ضرورة كتابة التعليق والمعلومات في نفس الحلقة رابعا ضرورة كتابة اسم الحساب الاسفيري اذا كان لغبا او كونيا بمعنى انه اذا انت مثلا حسابك الاسفيري في اليوتيوب او في اي حاجة تاني مكتوب مثلا عشال بيتات مكتوب والدلحو مكتوب زهرة السوسن مكتوب اي كونية من هذه الكنة او الغاب عليك ان تضيفه فيه مع الحساب ورغم التلفون ونتيجة المباراة اخر حاجة لا يقبل بالاشتراك بعد الساعة السادسة مساء يوم سبعتاشر السبت سبعتاشر يوليو واحد وعشرين اي قبل ساعة من بداية المباراة بمعنى انه الساعة المباراة الساعة سبعة الساعة ستة اخر واحد بنقبل اشتراكه هو في الساعة ستة حظ موفق للجميع بالتوفيق للجميع في حالة وجود اكثر من واحد بنقوم نجمع الاجابات الصحيحة باسماءنا ونعمل قرعة ونقوم بالاتصال بصاحب الحظ السعيد عدم وجود اسمك رباعيا او عدم وجود رقم تلفون يجعلك غير مؤهل في الدخول للقرعة حتى لو كانت اجابتك صحيحة بالتوفيق للجميع ومبروك مقدما وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يعني ربنا يعيد علينا وعليكم باليمن والبركات الى لقاء قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة